السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معه قبل ما أرحب بغيفي الكريم خليني لأنا عاوز أتكلم نقطتين يعني مهمين جدا أنا عاوز أتكلم تحية لأبطلنا ورجالتنا الأطباء الأطباء الحقيقة ده الأطباء لابد أن احنا نرفع القبعة ونحييهم ونقول لهم شكرا شكرا لأنكم أنتو الحقيقة اللي مواجهين كل يعني كل شيء أنتو اللي بتاخدوا العدوى أنتو اللي بتعالجوا المرضى أنتو اللي بتعملوا كل شيء عشان صحة البناء آدم يعني لابد أن احنا نحييكم ولابد أن احنا نقدر دوركم عشان كده احنا بنطب من المواطن أنه هو يسمع كلام الدكتور وبنطلب كمان من أهالي المريض كمان أن هما ما يتزحموش على المستشفى وما يروحوش للدكتور ويقولوله لازم تعمل وتسوي الدكتور هيخاف على المريض لأن دي أمانة وهيتحاسب في يوم القيامة أمام ربنا عشان كده أنه هو دم يعني الحقيقة مجهودهم مش بس الدكاترة الممرضين والمصعفين دم يعني حقيقي يعني كل الجهاز الطبي من أوله لأخره يعني حتى عامل النظافة اللي بينظف المستشفى ده إحنا بنحييه لأن حقيقي الأطباء في مصر يستحق التحية والتقدير ويستحق أنه إحنا يعني أنا بشايف أنه لو جائزة النيل أو أو أي جوائز بتعطى في مصر لابد أن تعطى لها اللي هم الأطباء الأطباء اللي إحنا أهمناهم في فترة من الفترات وما كناش يعني كنا يعني الحقيقة يعني لا السينما ولا التليفزيون ولا الصحافة ولا أي حد اهتم بالناس دي لأن النهاردة آن الأوان اللي إحنا نقول للناس دي هم شكرا شكرا وربنا معاكم وربنا إيه يزادكم ويبارك فيكم تحية لشرطتنا تحية الشرطة أي مبدور كبير جدا أي مبدور أنه هو بتساعدنا وبتخلينا اللي إحنا يعني إيه يعني بيسهلونا كل شي عشان كده لازم المواطن يساعد الشرطة الناس اللي في في الحواري وفي النجوع وفي الحتة دي لازم أنه هم ينفذوا ينفذوا القرارات اللي بتصدرها الدولة لما تقول خليكم في البيت وتعمل حظ لازم أنه نحترم هذا الحظ ونقول يعني والنفذ ده عشان كده احنا بنحيي شرطتنا اللي هي بتساعد المواطن وعاوزا ايه الحظر التجوال ده يتم ايه تحقيقه أيضا بنحيي رجال الجيش اللي هم بيساعدونا وبيساعدوا الشرطة وبيساعدوا الأطباء في ان احنا نكون لأن ده مسلس النهاردة المسلس اللي موجود هو التالي الأطباء الشرطة الجيش هم دون لأيد وحدة المواطن المواطن ده بعه ايه المطلوب منك احنا الناس كتير هتقول لك ايه انت بتقول لنا اقعدوا في البيت اقعدوا في البيت اقعدوا في البيت طب الناس هتصرف منين وكا اه اقعد في بيتك اقعد في بيتك لأن ده مهم جدا اللي حصل في ايطاليا وفي امريكا النهاردة امريكا النهاردة النهاردة امريكا بتضرب بتصوت بتصوت عشان ان هما وعاودين يفرضوا الحظر الكامل يعني تتخيلوا دولة اقتصادها رقم واحد في العالم رقم واحد في العالم النهاردة فيه انهيار اقتصادي مش بس في امريكا بس في اوروبا وكل لكن النهاردة لما جوهم جوهم يعني لما بنقول ان جوهم فقعد في بيتك ستين يعني قعد خلاص بدأت الاوربين بيطبقوها ايضا اللي بيعملوها ايضا مين كمان دلوقتي الامريكان فعشان كده احنا لما بنقول لك اقعد من فضلك اقعد في بيتك اه اقعد في بيتك اقعد في بيتك لمصطحتك انت اقعد في بيتك علشان صحتك اقعد في بيتك وكل ام تقول لابنها ما تنزلش الشارع كل اب يقول لابنه اقعدوا فرفشوا اتحكوا اتكلموا يعني اقرى قرآن عيدوا التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي مش هو الفيسبوك لان احنا افتخرنا ان التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك لا التواصل الاجتماع اللي احنا فقدناه فعشان كده اعف بيتك من فضلك اعف بيتك كمان يعني قبل ما ارحب بذيفي الكريم خليني لان اقول حاجة انا بناشد رجال الاعمال بناشد الفنانين بناشد اللاعبين احنا النهاردة محتاجين ايه احنا مش محتاجين ان انتوا تطلعوا تكلمونا او تكلموا لأ محتاجين ان انتوا تساعد الدولة توقفوا مع الدولة توقفوا مع الدولة الدولة النهاردة عليها متطلبات كتيرة سحدوا الدولة جيبوا أسرة جيبوا معدات جيبوا حاجات يعني أنتوا كسبتوا وعملتوا الآن الأوان اللي أنتوا تقولوا للدولة تفضلي يا دولة خدي اللي أنت عاوزاه منها فعشان كده احنا بنناشد رجال الأعمال بنناشد الفنانين بنناشد أيضا لعبة الكرة اللي احنا بنسمع يعني في صفقة أحد اللعيبة النهاردة وصلت ل 15 مليون أحد اللعيبة 15 مليون دوم الدولة محتاجاهم الدولة محتاجاهم محتاجة عشان نجيب الأجهزة نجيب أجهزة التنفس نجيب أجهزة التنفس اللي هي النهاردة أمريكا عاوزة أجهزة التنفس احنا في مصر محتاجين أجهزة التنفس عشان كده بنقول لكل رجال الأعمال بنقول لكل اللعبة الكرة بنقول لكل الفنانين ياريتكم إن النهاردة الملايين اللي أنتوا خدتوها وإحنا يعني من الزعلانين اللي انتو خدتوا ملايين لان انتو اشتغلتوا بالملايين دي لكن النهاردة ادوا الدولة ادوها عشان تبني للمستشفيات تجيب الاسرة تجيب اللي جهزت ايه التنفس عشان كده انا موجه كانت الرسالة دي لكل فنان لكل لعب كرة لكل راجل اعمال النهاردة اهني الاوان اللي انتو تتفضلوا اللي انتو تساهموا مع الدولة وتبنوا الدولة وتبنوا الصرح الطبي عاوزين نقول مصر هي اول دولة في العالم في مجال ايه التن بالنسبة للعائدين احنا بنقول للعائدين يا عائدين اه انتو من حقكم ترجعوا ومن حقكم بس ايضا من حقنا نعمل عزل من حقنا نحصل العزل وانا متأكد ان رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي حيساهم زي ما ساهم معاكم وقال ان العزل الطبي لكل العائدين فان شاء الله كل العائدين ان شاء الله يتعالجوا بس عدوا عدوا ونفذوا العزل الطبي لان انتو جايين من بلاد فيها بيروسات والخوف كله ان يتم البيروسات دي يتم النقل يعني نقلها لأهليكم للشارع لكل ده عشان كده ارجوكم ارجوكم ومش عاودين الصورة اللي احنا شفناها والعالم كله كان بيتحك علينا بطالبكم هي ممكن توصل وممكن كل شي بس بهدوء احنا في مرحلة محتاجة الهدوء ومحتاجة التكاتف كلنا من كل نساند دولتنا نساند حكومتنا نساند رئيسنا نساند شرطتنا نساند جيشنا ونساند الاطباء اللي ليهم كل تحية واجلال وكل القبولات لان ما فيش بس قبولات دلوقتي ولا احضان فاحنا بنقول لهم من هنا اهو لكل اطباء سيعدني النهاردة ارحب بالدكتور محمد دكتور ربيع الدندراوي عدو نقابة سيادلة اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا سيادة طبعا يعني انا حابط في المقدمة دي اللي احنا يعني نتكلم عن الجيش الابيض اللي هو جيش الاطباء يعني هؤلاء يعني جيش ده المحتاج اللي احنا نحييه ونشكره ومن اسواء من الممرضين من اطباء من حتى عمال النظافة من الاستقبال من كل دم يعني حياة يعني هو بداية احنا نازم نشيد بكل العاملين في القطاع الطبي وكل العاملين في المستشفيات عموما خاصة المستشفيات العزلة والحجر الصحي على مستوى الجمهورية الناس دي يعني زي ما بنقول كده فعلا هم خط الدفاع الاول دلوقتي وهم اللي احنا محتاجينهم وهم بكل جدارة بيقدوا دورهم وبيعملوا اللي عليهم مش عاوز اقولك ان هم بيقدوا اللي عليهم كمان في ظل ضعف امكانيات لكن لا ما شاء الله بيعملوا كل حاجة يمكن احنا عارفين كواس ان فيه كانت ازمة مسلزمات والحمد لله بدأت تحل بس القطاع كله سواء طباء صيادلة تمريض كادر اداري كادر كل الناس العاملين في المستشفيات ليهم الف تحية بجد لازم الشعب كله دلوقتي ودلوقتي سواء شعبا وقيادة وكله عرف دور القطاع الطب في مصر مهما كان مهمل بس هو برضو في ظل هذا كان بيقدي دوره وما زال بيقدي وبصراحة في الازمة دي اثبت ان هو خط الدفاع الاول في ازمة كورونا فليهم كل الشكر بصراحة كان دور مميز جدا زي ما حضرتك برضو اتكلمت في الانترو برضو بنقول ان كل التحية برضو وكل الشكر للدولة قيادة سواء قيادة سياسية في فخام السيدة الرئيس الجمهورية عمد الفتاح السيسي بصراحة الراجل ما تأخرش الراجل يعني اول باول ديئة بديئة بيتابع يعني بيفجئنا دايما على طول بالقارات اللي على طول موجود معنا تحية برضو للسيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بصراحة على قدر الحدث موجود دايما برضو متفاعل بيطلع لنا تقريبا يوم او يوم ويوم في مؤتمر صحفي بيطمن الناس وبيقول على الاخر الهداس والتطورات للجريع برضو السيدة وزيرة الصحة اللي برضو دور مميز جدا بصراحة كانت دينامو في الازمة بتحرك كتير جدا بتسفرة الصين سفرة ايطاليا عملت حياة كويسة جدا ممشيها المنظومة بصراحة في هذا الوقت بطريقة مميزة جدا فالقيادة يعني عملت اللي عليها وكنا ننتظر المزيد بالازمة عشان كلنا نعبر هذه الازمة بامان يتبقى الدور على الشعب الشعب وسلوكياته والشعب وطريقة تفاعله مع الازمة اللي احنا فيها لان مش معقول احنا هنوفر كل يعني هنعمل مستشفيات والقيادة بتاخد قرارات وفي الاخر نلاقي سلوكيات الناس هي اللي تتسبب في مزيد من الازمة طيب وحقيقة انا عشان احنا بنقول ان الشعب هو لابد ان هو يكون واعي لابد ان يكون معانا في المرحلة دي ولابد ان احنا نغب يعني فقرونا ب73 في 73 الشعب وقف مع جيشه وانتصرنا وحتى لدرجة ان ما كانش فيه اي جريمة سرقة يعني كان وده اللي كان بيستغربوه الناس عشان كده ده دور الشعب ان هو الوعي وان هو يسمع كلام الحكومة ويسمع الكلام ويخليه ايه في البيت ما نخوضه في هذه المرحلة هي معركة وعي وعي معركة وعي وعلى الدولة كلها انها تتكاتف سواء القيادة السياسية والاحزاب ومجالس الشعب الاعلام وانا ليها يعني طب نتوقف بس قبل ما نخش الاعلام خلينا ناخد ام محمد من اسكندرية فضال يا ام محمد احنا عاوزين نقول لي سيدا مشاهدين ان ارقامنا المخرج محمد عزة تحطي لنا الارقام بتاعتنا موجودة وعشان ان احنا نستطيع ان احنا نتحدث مع ايه مع السادة المشاهدين ويكلموا مع الدكتور ربيع دندراوي عدو نقابة ايه ايه ام محمد ايه ام محمد عليكم السلامة لا ام تتبكر اكمت عايزة تفكر عن حيام دلوقتي الفيروس بيتنقل عن طريق النفس مضبوط فدلوقتي في كل العالم بيبحثوا عن علاج اللي هو يدخل عن طريق السم وعن طريق الحقنه بترامبوا طيب اه اتفضلي لو لو مثلا' يبقى في علاج عن طريق النفس اللي مثلا يبقى في ادوية تتحقش النفس او مثلا بتقى بيقولك البعمق بيموت من الحرارة مش بتأكدين من هذا يعين مش بتأكدين من هذا يعني منا استطيعش نحن ما عندناش دراسة علمية تؤكد حتة درجة الحرارة بتؤثر على أداء الفورس ولا لا وإن كان فيه مدرستين بس ديسا ما فيش تأكيد علمية على موضوع الحرارة طيب شكرا يا محمد يعني مرة تانية بنقول أن اتصالاتنا التليفونية موجودة المخرط محمد عزة تحططنا على الشاشة وطبعا عنوان الحلقة أخليك في البيت لكن قبل ما أبدأ طبعا عاوز أقول أن قناة الصحة والدمال يعني بتقدم كل برامجها وكل توعية وكل شيء وطبعا المجودة الكبيرة اللي بيقوم بيه المخرج والمنتج الفنان الأستاذ محمد رمضان والمعاونين كلهم معاه سواء كان الأستاذ محمد الملكي أو الأستاذ تامر أو كل محمد صفط كل الناس يعني الحياة بايمين بدور كبير جدا في إنجاح كل البرامج اللي موجودة على قناة الصحة والدمال دكتور ربيع يعني النهاردة يعني أدي يعني هنا خادت معلوماتها من فيه قالت أن الفيروس بيجي من ناحية على ناحية تانية يعني الفيروس ده ممكن زي ما احنا كنا اتكلمنا يجي من الفم من العين أخيرا هو الفيروس بيدخل الجسم عن طريق ثلاثة أماكن العين والأنف والفم فدول أكتر ثلاثة أماكن بنحرص عليهم طبعا بيأتي برضو بييجي عن طريق المخلطة من اللمس اللمس حضرتك لو لمست أحد مصاب فبعدين حطت إيديك مثلا على وشك فيبدأ ينتقل هذا الفيروس عن طريق هو لا يدخل الجسم إلا عن طريق ثلاثة أماكن دول العين والأنف والفم ثم بقى الملمسات شيء طبيعي لما يكون خلاص شخص أصبح بوزيطف فخالط النث فباللمس بقى زل ما حصل العائدين من الخارج الناس بيجي من الخارج كالعادة طبعا إحنا عارفين بلازم نروح نبوش ونسلم ونقدم الواجب بتاعنا فبيحصل النواب تلامس عطس كح مثلا الرزاز بتاعه هكذا فده كان طرق العدوة عشان كده كان هي الخطر أو منشأ الأزمة في مصر وكلها كانت إما السياح اللي كانوا موجودين أو المصريين العائدين من الخارج وده اللي أوضح السيد الرئيس الوزراء النهاردة آه والنهاردة في المؤتمر السحفي قال فعلا أن كان بداية الأزمة كلها من العائدين من الخارج والمخلطين لهم فيما بعد طيب دكتور يعني خلينا باعتبار السيد السيد يعني السيد النهاردة عليهم عبء كبير لكن خلينا نكون صرحاء هناك البعض يلوم السيدلة يعني يقولك يعني السيدلية النهاردة اللي هي مفتوضة أن أنا يعني فيه ناس ما راحتش للدكترة وراحت للسيدلية واعتبرت أن السيدلية كان بيسأل على القحليات بتسأل عن الجوانتيات بتسأل عن المسقاط بتسأل بتسأل وبتسأل وبتسأل بعد الأخذخانات ما كانتش فيها متوفر عندها بعد الأخذخانات كانت متوفر وعملت دور جثير جدا جود وبعد الأخذخانات خبت نتكلم بقى في الأزمة دي عشان طبعا أنا راجل سيدلي ويهميني في الأول مصلحة السيدلة ويهميني كل ما يخص السيدلة السيدلة في الأزمة أصلا مصدومين لأبعد مدى السيدلي في أزمة المستلزمات اللي حصرت في وقت الفيروس كورونا السيدلي منها بريء جدا لأن إحنا كسيدليات أهلية سيدليات عامة يعني خليني بقى مبدئيا نرجع لنقطة إن السيدلة في الأزمة دي دورهم كبير جدا سواء السيدلة اللي شغالين في المستشفيات بخصصات المستشفيات العزل السيدلة اللي موجودين في السيدلياتهم لما تلاقي 75 ألف سيدلية موجودين منتشرين على مستوى الجمهورية في كل مكان في مصر في المدن وفي المراكز وفي القرى وفي النجوع وفي الكفور وفي الحارات وفي كل مكان حوالي 75 ألف سيدلية بيخدموا على 100 مليون مصري الحمد لله السيدلة الطبيعي إن إحنا في أي سيدلية أي سيدلية موجودة بتبقى فيها المستلزمات بشيء طبيعي ممكن هتلاقي سيدلي أو في السيدلية وجاب علبة كيمامات أو علبتين علبة جوانتيات أو علبتين ممكن يكون جاب دا سلكحولة أساسا وفي ناس أصمع يجيش الدستة فده كان الطبيعي حصلت الأزمة مع قرار تعليق الدراسة طبعا الناس هاجت والناس بدأت الطلب يزيد جدا طبعا تجار الأزمة بيستغلوا والمصانع بتدير الأزمة يعني المصانع هي اللي درت الأزمة يعني وخلينا نقولي حتى مصنع تابع أو شركة تابعة لجهة حكومية أو شركة حكومية يعني القرار معالي الرئيس الوزراء أخدوا الساعة خمسة يوم السبت تقريبا يوم الحد الشركة وقفت بيع في الكحول والليتر زاد من 40 جنيه ل150 جنيه وهذا شركة حكومية أنا كالصيدالي طبعا بعد ما كنت بأخد اللتر ب40 بيت بأخده 150 والإزازة بعد ما كانت ببيعها أصلا ب6 جنيه جمهور أو ب7 جنيه جمهور أو ب5 جنيه جمهور وصرت للنهاردة 25 و35 و35 وفي بعض الأماكن في الأماكن بتتبع بحاجة و40 وأحيانا كتيرا مش متوفرة لأن تجار المستلزمات وخلينا نحيي برضه دور الجيش والشرطة في الأزمة دي لما راحوا لتجار المستلزمات وبعض المصانع والحمد لله كان وقفة وبدأت الحاجة تتوفر فالصيدالي في الأزمة دي لم يكن لهم أي زنب على الإطلاق بل بالعكس كانوا بيحاولوا يوفروا للناس لأن في الآخر أنت مش هتلاقي مهنة في مصر منتشر الانتشار ده 75 نقطة موجودين في مصر 75 ألف أنت مش عدد قليل وبالتالي إحنا بنخدم كل شريح المجتمع وكل فئات المجتمع وكل المجتمع هتلاقي مفيش حضرتك مش هتلاقي مكان في مصر وفيش فيه صيدالية على عكس عمرك ما هتلاقي مش هتلاقي عمرك ما هتلاقي مستشفى في كل مكان ولا عيادة في كل مكان لا بالعكس هتلاقي بس صيداليات فقط لكن دكتور يعني كلامك يومي جدا وطبع نحيي كل الصيدالة لكن هناك بعض من الصيدالة كانوا بيستغلوا يعني على سبيل المثال لما تيجي الشيكة بنزله ده بخمسة يباحها هو بعشرة وبخمسلاشة لا لا لما تيجي معلش ما هو أنت مش هتعمل تشيك أب على كل الصيداليات ده دور التفتيش السيدالي إحنا لأنه منع إن التفتيش السيدالي ينزل ويتابع الفواتير لو الصيدالي جايل والفاتورة موجود فيها زيزة الكحول للمية ميل مثلا بعشرة جنيه هو عمره ما هيباعها بـ 20 و30 هو برضو بحطة هامش ربح ما بين 20 و25% بالكتير قوي فهم فميش هيحط نفسه في مأزك وإحنا عارفين كواس جدا إنه هو بينزل عليه حملات تفتيشية من التموين وسمعنا كمان إن فيه جيش نازل وفيه مباحث هو برضو أنا شايف يعني صراحة يعني التفتيش بالطريقة دي أولا مهين أول السيدالة ومهين أول السيداليات يعني أول مفروض التفتيش بينزل التفتيش السيدالي ومباحث تموين لو التفتيش السيدالي يشك في حاجة بس ملاش الدخلة يعني اللي تبقى على السيداليات للطرقة دي يعني أنا لو وقف في السيداليات ودخيل اللي بقى جيش وشرطة ومباحث تموين وتفتيش السيدالي ليه يعني علي ما هو المفروض ده دور الأول تفتيش السيدالي يدخل ويشيك على الحاجة لو لا حاجة بيكون ما بحث تموين طب طب أخيانا بييجي يعني القحول القحول ده موجود ما كانش كان مخشوش وبعدين احنا دلوقتي يعني حاجة غريبة استدار مش هو اللي بيغش باشي حاجة غريبة جدا دلوقتي لقينا كل حتى على الفيسبوك تلاقي ايه اه انواع كتابة هل اه انواع كتابة ويبادة في في الوقت اللي كانت الناس بتدور عليه لقينا دلوقتي كل واحد بيبيع في ناس للأسف معدوم الضمير بيبيعوا الميسايل الالكول اللي هو الكحول الميسيلي على انه كحول الاسيلي وده اصلا مشكلة كبيرة جدا وضرور كبير جدا 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 اه وفي ناس بتبيع الاسيلي الالكول معاه مخلوط معاه حاجة اسمها ايزو بروبايل الالكول فبيخلطوهم برضو بنسبة بحيث ان اذا يقللوا كمية الاسيلي الالكول بحيث ان هو يعمل حاجة رخيصة جدا وفي نفس الوقت يبيعها بسئلة غليج جدا بس زي ما بقول لحضرتك حاسف ده مين الشركات المصنعة والمصانع المصنعة للكلام ده مش السيدالي في الاخر انا السيدالي بيتجيله الصنف بيبيعوا بهامش ربح متناسب جدا مع هامش ربح وجه طيب خلينا مرة تانية نقول لسلام مشاهدين ان ارقام تلفناتنا موجودة على الشاشة واي حد عاوز يسأل على شيء بيخص للصيادلة او هذا الوباء فيتصل بينا على ارقامنا اللي ظهر على ايه الشاشة دكتور يعني دلوقتي في الصيداليات النهاردة يعني انا في احد الصيداليات او شفت في اتنين تلاتة ان بيكون فيها عاملين بعد للناس فيه بعد الصيداليات لا عادي يعني يقرب الرجل يعني بالنفس بأطبع على النفس يعني ما بيديش التعليمات اضافة لحاجة تانية ان الناس اللي شغالها بامواش هما مش كل الصيدالات فيها يعني فيها بيكون في الدكتور بس المساعدين مهماش ده كترة فتلاقيهم الاختلاب بتاعه ايه كمان ايضا اضافة لذلك هل فيه نقابة الصيدالة قد التعليمات للصيدالة اللي بيوصلوا الدريفل اللي بيروح بيوصل الحاجة للناس واختبال حضر الله ان هو بيطلع لا لابس كمامة لا لابس كمامة او جوانتي او اي شيء وعلى طول ايه يعني بيطلع يعني بس خلينا ناخد فيه معانا المستشار ياسين جمال ياسين سيدة المستشار مساء الخير اهلا بحليك مساء نور مساء نور السلام عليكم عليك السلام معلم استشار اهلا بمسي على معانيك وبمسي على اخي حبيبيك وبيع بيك هو وقت تليبيزيون يا فندم ويقف حتة ايضا نسمع حضرك كويس طيب تمام كده فندم فضل وانا بس اه عشان ما ضيحش الوقت معانيكم هو اه اكد على نقطة مهمة جدا في هذا الاطار يعني اه لابد ان نفرق حتى لا يختلط الامر على جموة الشعب المصري ان هناك فرق كبير جدا بين اه ما يباع او ما يتداول في الصيدليات من ادوية وما يتناول في اثناء الازمة من مستلزمات طبية الصيادلة ليس لهم اي علاقة لا بتصنيع ولا بتوزيع ولا بتشعير المستلزمات الطبية والتهم التي الصخت بهم مؤخرا هي من قبيل يعني المزايدة على الصيادلة المرابطين في الصيدليات 24 ساعة في ظل الازمة ونسبة نبيعاتهم الدوائية منخفضة جدا طبعا نتيجة الحظر ومع ذلك هم مسادرون ومستمرون في ادارة صيدلياتهم ولم يغلقوها ولم يفكروا ولا يفكروا في ذلك سيد المستشار ما حدش يقدر ينكر ده يعني ما حدش يقدر ينكر ده ولكن يعني الشيطان يقوم في التفاصيل ان بعض هنا يقوم هنا مش كلنا الملائكة لا تسكن في الارض يعني هناك بعض من الصيدلات تجاودت وانا بقول مش كل البعض واخر بالحضرات تجاودت يعني هناك بعض من يعني اذا كنا نحمل بعض من الشركات ان هي في ان هي غلت في الاسعار او بعض تجار السلم بير السلم وهناك بعض من الصيدلات للأسف الشديد ساعدوا في ذلك والله احنا اولا عشان نكون واضحين ونكون يعني حيادين في الامر نحن لا نعترف بأي تجاودات الا اذا اثبتها التفتيش الصيدلي ثبوتا حقيقيا اما مجرد شائعات فقط واقاويل مرسلة لا اثبت وتعريبا كما ندور على حد شيل الليلة تماما لك ربيع معايا يعني ما يتداول فقط كده على السينة الناس ده عبارة عن يعني تقليل منظور الصيدلي نعم حد شيدلي يقلل منظور الصيدلي لكن سيد المستشار لا نستطيع أن نقول الا البلائكة لا تسكن في الارض فيه صيدليات وزعت كحول مجانا على في الشارع وفي الهدي لا والله في الازمة دي في الازمة دي في الازمة دي في الازمة دي فيه صيدليات كتير جدا كانت بتوزع كحول ومسلزمات مجانا كل واحد على قد ما يقدر طيب انا حتى انا مش حول مجانا لكن الصيدلي متزمون بما يأتيهم من افعار في الفطورة يعني عايز اقول لك الاسعار تجاوزت العشر ابعاف من خلال التجار المشكلة ان الكحول والمسكات والجلافزات دي كلها ليس عليها اي رقابة دوائية هي رقابة المفروض تموينية وهناك يعني مخازن وغير مسعارة جبريا وده نقطة مهمة هناك مخازن اساسا ليس لها اساس من الترخيص وفي مصانع غير معلومة المظهر اه فانا المهم يعني انا اللي عايز اقوله ان بصفتي طبعا مستشار قانوني صيدلي ان الصيدلي مستمرون وقائمون بعملهم على اكمل وجه واحنا نسمي عمل اي صيدلي شريف ونقف جميعا بما فيه مننقابة ودكتور ربيع كان رئيس للجنة التحقيق في النقابة العامة يعني قبل كده ويعاد ذلك ان النقابة تختص من الصيدلي زميلها اكثر من الجهات القضائية نفسها على كل نسيت المستشار دعم تحييك واجلال كل الصيدلي طبعا واحنا بنحترم الصيدلي ودور اللي بيقوم به الصيدلي سواء في هذه الازمة او غير هذه الازمة والحقيقة يعني كثير النهاردة الناس بتلجأ للصيدلي اكثر من بتلجأ للدكتور واسمحني معليك ان انا احيي القيادة القيادة السياسية فيما تقوم به من متابعة حتيثة في الازمة خاصة طبعا فخام الرئيس الجمهورية ومعه الرئيس الوزراء والفريق الطبي الذي يدير الازمة في مصر على اكمل وجه وبنبتهل الله جميعا ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا منها في اسرع وقت وسالمين ودون اي حسائف شكرا سيدة المستشار جمال ياسين المستشار القانوني للصيدلة شكرا لح yeast دكتور جمال دكتور ربي عفن احنا لا نقلل من ال سيدلية ولكن احنا نقول ما ينقل الينا من شكاوي الناس يعني انا النهاردة لما بخش اي سيدلية فبجد ان السيدلية النهاردة مثلا صغاري سيدل وأو مش الدكتور هو اللي بيفسف لي هو اللي بيقولي هو اللي بيحكي لي اضافتا لما قلت الحضرك بسؤال اللي كنت بتروحه ان هناك هل هناك تعميم ان لابد ان الصيدالي يلبس جوانتي يلبس المسكات اللي يتعطاها فيه لانه بيتعاملوا يعني لسقا لسقا أمامه أولا من غير تعميم أكيد كل واحد خايف على نفسه وخايف على الفريق اللي شغل معاه سواء المساعدين أو الفريق اللي شغل معاه فده شيء طبيعي انه أولا كل واحد خايف على نفسه وفيه صيادلة كتير عاملوا في صدرياتهم اللي هو الحاجز الزجاجي أو الحاجز البلاستيك الشريتي ده فعشان برضو حفاظا على نفسهم لانه طبعا كلنا مش بنخاف على نفسنا قد ما بنخاف على أهلنا في بيوتنا لان احنا هنرجع لهم لقدر الله حاملين الفيروس يعني فاحنا بنقول ان احنا طبعا قلنا للناس كنت كلها انها تاخد حذرها وتاخد احتياطاتها وفي نفس الوقت كل واحد بنبه على الناس اللي شغالين معاه ان هم ياخدوا حذرهم احتياطهم خوفا على انفسهم الاول وبعدين اللي بتعاملوا معاهم من خلال سواء البيع زانيا اي سيدلية موجود فيها سيدلي وهو اللي بيخوم بعمليات الوصف وعمليات الاستشارة وكل حاجة واي سيدلية يلاحظ انها مفيش فيها سيدلي والله ممكن يبلغ عنها التفتيش سيدلي لان احنا لا نسمح اساسا ان السيدليات يديرها غير سيدلة طب دكتور يعني اسمح لي بان احنا نتكلم فيها احيانا انا شهادت بعيني يعني ما وصل واحد يخش وقال له انا تعبان عندي صداع عندي مش عارف ايه عندي حاجات ويديره اقول له يقول له على الدواء يعني مرة في بريطانيا او في اي دول اوروبية او في اي دول فيه لا يسمح ابدا ان السيدالي فيه السيدالي ما هو عليه ان يصرف الرشدة ولكن لا يصرف الدواء لا فيه جزء من المنظومة اسم جزء هو الوتسي اه ده يسمح السيدالي فيه في نطاق محدود مش لديه مرجع للدكتور مش في كل حاجة فيه بعض ده موجود في بريطانيا وموجود في امريكا برضو في كل حتة ان فيه جزء الوتسي ده ده جزء مسموح به للسيدالي ان هو يطلع فيه بس هو برضو جزء محدود مش مش مفتوح فبالتالي برضو السيدالي متزمين جدا بالموضوع ده والحالات اللي هو بيبقى حاسس ان هي مش في نطاق الوتسي بيعملها ريفير على اقرب مستشفى او اقرب طبيب في المنطقته يعني فانحنا بس خلينا نرجع بقى الفيروس كورونا لان هو ده الحدث والشغل الشاغل بكل الدول وكل قيادات الدول وكل الانظمة الحاكمة في العالم كله وكل وسائل اللي هم كلها بتكلم على الازمة اللي احنا فيها لان هي ازمة خلينا نشوف مين معنا مين معنا اه الو 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 اه اتفضل سمع عليكم هالك سيدة تعرف هالي اسم ونسمع اه نسمع ونصفل يا فاندر شو اهلا بيك تفضل يا فاندر شو سيدة احمد ليه استغاثة فاندر انها خارج طرف الحلقة بس الاستغاثة عند وزارة القطم المكتنى طيب بص حضرتك يعني سيب الاستغاثة بتاعتك حضرتك سيبها بعد كنترول لان احنا موضوع الحلقة هو خليك في البيت والكورونا فزملائنا في الكنترول يعني هياخدوا الاستغاثة وبعدين نزحة ان شاء الله فضل هو برضو بمناسبة الاستغاثة فبرضو عشان برضو الناس اللي هي العمالة اليومية الغير منتظمة منحب برضو نقول يعني برضو داخل في موضوع كورونا سواء زرت التضامن اجتماعي والنهاردة ما شاء الله شوفنا بيت الزكاة التابع للازهر الشريف عاملين استمارات بتتميلي كده وبحيث ان يسجل فيها العمالة اليومية الغير منتظمة المتضررة من الازمة اقتصاديا بحيث برضو لان طبعا احنا ناس فعلا متضررة جامد وكل واحد بيساعد الوزارة بتتضمن بتساعد الازهر بيساعد الدولة بتساعد على قد المستطاعية طبعا بالنسبة لمرض الكورونا وده هو الفيروس الخطير جدا اللي محدش عارف يعني هينتهي هنرسع هيرسع على ايه يعني سيفين اقتصادات العالم وكل واحد هل تفتكر النهاردة التب يعني هناك تنافس النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية تقول ان هناك محلولات سوف تصعب اقراس او اي اشياء من هذا القبيل هتظهر ايه خلال ايه تحت الدراسة وكل تحت الدراسة وفرنسا وبريطانيا والمانيا واخيرا في حتى ان هناك بعض من الدول العربية الجزائر قالت ان هي اكتشفت حاجة ايه لهذا الموضوع طيب هل تفتكر ان النهاردة احنا في طريقنا الى الوصول الى دواء للحد من هذا الفيروس هو احنا في طريقنا اه بس امتى محدش عادي يعني ممكن فيه ناس تقولك اغسطس اللي جاي فيه ناس بتقول شهر واحد اللي جاي فانت محدش حد محدش محدش جزب محدش قال دلوقتي ان الاسبوع الجاي ولا حد سواء شركات امريكية شركات فرنسية بريطانية ايا كانت اللي منشأها محدش يقدر يقول ولا يجزم بانه عنده دواء حقيقي لان كمان اجراءات الفي دي ايه اصلا يعني كمان بتاخد وقت كبير يعني مش الموضوع مش نعيد دواء فبكرة هابدأ اشتغل يعني ولكن فيه تجربة سريرية كمان شغالة دلوقتي ومصر اشتركت فيها على فكرة يعني من الحاجات الكويسة جدا برضو اللي حصلت في مصر ان مصر اشتركت فيه التجربة السريرية عشان المصلة او اللقاح او الدواء لفيروس كورونا وده حاجة كويسة جدا ما كانش موجودة اصلا في مصر الموضوع ان احنا مصر يتم فيها عملية ان يتخضع للتجربة السريرية لكن هو الفيروس طبعا عامل ازمة كبيرة جدا اقتصادية وعمل حلعة وزعر انت فجأة لقيت امريكا اللي هي رأس النظام العالمي ودول الاتحاد الاوروبي فجأة يعني كل ده حصل في وقت قصير جدا احنا كله بنكلم على الصين ووهان وبعدين فجأة كانت اوروبا وامريكا بتنكر اساسا او كانتش عاطية للفيروس اهميته النهاردة احنا بنشوف النهاردة 2 ابريل 2020 عدد الحالات العالمية تجاوز المليون والوفيات رقم برضو مزعج يعني فاحنا برضو في كارثة هل احنا قريبين للفلونتزا الاسبانية فاندي؟ يعني احنا لازم نذكر الناس ان فيه حاجة كانت زمان اسمها الفلونتزا الاسبانية الفلونتزا الاسبانية يعني هو كان يعني وصل به ان اكتر خادر ملايين يعني معها الفلونتزا الاسبانية كانت من 1918 ل1920 سنتين مات فيهم حوالي 50 مليون نسمة يعني كان رقم كبير جدا في الوقت ده بالنسبة لتعداد السكان العالم في التوقيت ده لكن اتمنى ان احنا منوصلش طبعا للموضوع ده لان يعني الموضوع حيبقى صعب على الكل خاصة اقتصاديا والاهم هو النظام الصحي في كل الدول ما فيش نظام صحي ايا كانت قوته هيقدر يتحمل هذا النهاردة بنشوف ان امريكا الاعداد السلاير فيها وعداد الاجهزة التنفس فيها مش كافي للحالات امريكا بتكتشف كل يوم بالخمس سلايف والعشر تلاف والخمس سلايف والألف حالة مدن يعني من يصدق ان نيويورك من مدينة المال ان هي في العالم والستريت انت النهاردة لو مشيت في ايطاليا او مشيت في بريطانيا او مشيت في فرنسا او مشيت في المانيا تحس ان انت مدن اشباح مدن اشباح فالحمد لله ان احنا ورضو في مصر خلينا برضو نتكلم في مصر اللي هي النقطة الاهم بلدنا ووطننا الغالي بنقول ان احنا النهاردة الاعداد النهاردة كان مصر استجلت اعلى حالات النهاردة اعلى رقم وسناله حوالي 86 حالة الرقم بقى 856 عدد الوفيات برضو بيزيد وهو يعني احنا لو قلنا لو حللنا الارقام في مصر عندنا برضو ان عداد الشفاء كويسة جدا واشهدت منظمة الصحة العالمية بمصر بموضوع عدد حالات الشفاء لان ده حاجة كويسة جدا لكن هنا فيه سؤال يعني النهاردة بدأت يطرح بالعالم النهاردة بعض من الدول يعني زي الصين النهاردة بعض الحالات اللي شفيت رجع تاني يعني حصل انتكاسة هناك بعض الابحاث الطبية ومنظوم الصحة العالمية بتقول فيه موجة ثانية من هذا الموضوع هنا السؤال المطروح وهو السؤال الكبير بيطرح هنا هل ان المريض اللي هو مفروض بتاع اللي خرج من الشفاء يعزل في بيته يعني مثلا انت خرقت بقى والحمد لله ومنه شاوه ومشي فيه بس ان انت ممكن تعزل وتقعد مثلا في بيتك حوالي شهر او 15 يوم او 20 يوم ولا يقول لا انا هتضر اقتصادية اللي ما ارجع ويشتغل وهنا يحصل انتكاسة وممكن يكون يحمل ايه باية يرقله ايه لأحد الاشخاص لو كان الحالة اللي بتبقى بوزطيف وبعدين بتحول للمستشفى العزل وبعدين بيقعد مثلا سواء اعد 14 او اعد 28 يوم في المستشفى وبعد كده تتعمله نتيجة تحليل مرة واثنين وثلاثة وبعد كده بقى نيجاتيف وخرج راح بيته مش معناه ان هو بقى امن ان هو ما يحصلش ريكارنت للانفكشن من الفيروس لا معرض جدا وخصوصا ان مناعته لسه مش مراجعتش للمناعة الاولانية بتاعته لا برضو المناعة برضو حصل فيها اهلاك بنسبة معينة فاصبح ان هو سهل جدا ان هو يرجع الفيروس عشان كده لازم ياخد باله ان هو كمان ما يخليتش حد يخاف على الناس لانه برضو مش معناه ان هو بقى نيجاتيف ان هو بقى كده زال فل لا ان هو ممكن سهل جدا ان هو يحصل ريكارنت للفيروس وممكن يعدي المخلطين دي طب دكتور ربيع يعني خليني اقول عشان نشرح لستاذ المشاهدين يعني يقال ان بداية الاعراب بتكون اما صداع حمى سعال قحة ارهاق في الجسم ايه ارهاق في الجسم ارهاق في الجسم كل ده طيب السؤال المطروح النهاردة وفيه ناس بيقولوا احيانا بيجي البناء ادم بلغم هل صحيح البلغم اللي موجود ده بيصد الفيروس اللي هو بيجي عاوز يخش ايه عند الرئة ولا يعني اللي جيله بلغم يعمل ايه يطرد يطرد هذا البلغم ولا يسيبه يمشي لان هو بيصدد ايه للفيروس خليني اخد الاجابة من حضرات بعد ايه هدرة الصلب مين معانا تفضل سلام عليكم كابتن صبحي عزة من الشربية حضرتك اهلا بيك يا سيد الصبحي اهلا بيك حضرتك انا في الشربية للوقتي في منطقة سكنية يعني جميلة جدا والدم اللي انا في الفرن فرن بتعيش في الدور الثاني مليانة زبالة ووباء وقطط وطعبين وبلو سودة ودي بتقطر الفيروس ودي تنتقلق تال الفيروس انتاشر اكتر وبقالنا اكتر من سنة او سنتين بنبوس ايه دين الناس الحية عندنا هنا محدش عزة دي سالفينة ودي كافيلة انها تدود المرض مش تشخيد مرض يعني مش تابعة دي المرض دي كافيلة حضرتك اننا انا لو جيت بص حضرتك بصيت او بعتلك على المنظر ان انت هتشوفه لا تتخيل ابدا انه دي منطقة سكنية الفاسبالة بالشكل لها روحنا للحية وروح لرئيس الحية والتسمى برئيس سيد رئيس مجلس في الوزرة ومحدش عبر لها لحد سالفينة لان دي هتزيد الوضع اكتر مقطقة فيها لها كلها عن عشر اتين سبالة على كل نتمني عقص صبحي طبعا حقيق شكوتك العين والراس وطبعا نتمنى ان المسؤولين في حي الشرابية يكونوا سمعوا اهالي الرسالة وهذه الاستغاسة اللي هم بيطالبوا اهالي الشرابية ان حملات النظافة وحقيقي النظافة بتلعب دور كبير جدا في الوقاء منها دعيق الفيروس انا اتمنى بنانا على مداخل الصبح ان المحليات تشوف شغلها بالزبط المحليات في كل المحافظات بصراحة يعني حساها فوادي تاني خالص للأسف يعني مع ان المفروض كله الجهود تتضافر والناس كلها تتكاتف يعني انت بشتخالي لما يكون اعلى رص في الدولة بيتابع اول باول ويعني ووقف مع الوزراء ووقف مع مجلس الوزراء ووقف مع الدولة كلها بحيث انه هنخرج من الازمة دي تيجي المحليات في بعض الدنيا طيب طبعا ان شاء الله تكون صوتك يوصل للمسؤولين في حي الشرابية خليني انا اسأل بالنسبة لبعض من الناس بتقول لك يعني مثلا احنا قلنا البلغة البلغة هو مش معنى ان احنا منقول ان من اعراض الفيروس بس الكحة النشفة او السعال لا هو ده نسبة الكحة النشفة او السعال تبقى 67% لكن في نسبة تانية 33% ممكن يحصل بلغم مش معنى ان مفيش بلغم ان هو ده دول برد عادي يعني لا وممكن برضو يكون فيروس كورونا ويكون في بلغم بس بنسبة اقل من يعني هو يعني النسبة الاكبر هي نسبة السعال لكن برضو في نسبة حولي 33% برضو من المصابين بتبقى برضو فيها بلغم فمش موضوع ان البلغم موجود بخلاص كده مفيش بيروس ده ممكن يكون موجود وفي الاخر الاعراض دي مع التحليل ودلوقتي بدأ انا اللي عرفته ان الدولة بدأت تستورد رابد كورونا فيروس تيست كده زي اختبار يعني نفس الشكل بتاعي اختبار الحاملة كده بس عن طريق الدم ده من مصنع في بريطانيا وهو ده اللي الناس كلها دلوقتي بتاخد منه ممكن نعرضه بعد الفاصل على الشاشة لو امكن ده برضو بيسهل شوية احنا نعمل دياجنوز للفيروس بدري طب دكتور يعني عشان الوقت بيجري بينا يعني وكده قليني اسأل حضرتك النهاردة يعني ايه النصائح اللي انت تديها للناس وتقول للناس النصائح يعني طيب خلينا بس قبل بقى النصائح نتكلم بس على السيضلة في نقطة مهمة دلوقتي من حوالي اسبوع كده او عشرة ايام الوزيرة وزيرة الصحة بعتت للمدريات ان هي بتاخد السيضلة من الوحدات الصحية والمراكز الصحية ياخدوهم يوديوهم في العزل والطب الوقائي عموما بحيث ان العدد مش مكافي احنا عندنا العدد مش مش كافي طيب احنا عندنا سيضلة متخرجين في شهر مايو 2018 دفعة 2018 بقى لهم حوالي سنتين حتى الان تكلفهم مش عارفين موقفهم ايه فيه فانا بناشد السيد رئيس الجمهورية السيد مجلس الوزراء السيدة وزيرة الصحة بسرعة البت في تكليف سيضلة 2018 واعلان التكليف وتسهيل الاجراءات سواء تسجيل بيانات او تسجيل الرغبات عشان ينضموا للقافلة الطبية في مواجهة فيروس كورونا ونستفيد منهم لان احنا مهم عندنا قوي ان احنا نستغل العامل البشري العامل البشري في الكطاع الطبي هو اثبت انه هو الاهم في ظل غياب الامكانيات او ضعفها او العامل البشري وعشان كده معلش بعد اذن حضرتك احنا بس دفع 18 لها طلب عند سيداتكم في القناة ان احنا نقول هم كلهم بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم عاوزين يعرفوا موقفهم من التكليف ويريد سرعة البت في اعلان القرارلين ده حقهم حقهم وبعدين انت في ازمة محتاجهم يعني هم مش يريد ان سيدة الوزيرة وسيدة رئيس مجلس الوزراء ان هم يشوفوا هذا احنا بس عاوزين يعني الاعلان بتاع التكليف بتاعهم ينزل ومن ثم التسريع في الاجراءات بحيث ان هم يدخلوا مع زميلهم في القطاع الطبي في المستشفيات يساعدوا وكل واحد فيهم هم على فكرة عرضوا ان هم يتطوعوا طيب احنا بدل ما يتطوعوا بس احنا ممكن كمان بالمرة نعلن تكليفهم ويبدأوا يخشوا في القطاع الطبي والدرجات المالية بتاعتهم بتنزل وتبقى مساعدة في الازمة لان احنا محتاجين كل النهاردة امريكا بتطلب اطباء وصيادة من جميع العالم طيب احنا عندنا الناس بتوعنا طيب دكتور خلينا انا انا اذا في ايه نصيحة تديابة للمشاهد اول حاجة خليك في البيت خليك في البيت ما تخرجش الا للضرورة وحتى لو خرجت للضرورة لازم تاخد احتياطاتك كلها تبقى متابع للاسلوب العلمي في غسل اليدين دايما بالماية والصابون او تستخدام الكحول 70% او هندجيل يكون فيه كحول برضو 70% يعني من ضمن تركيبة الكحول الهندجيل انه هو فيه كحول 70% فده مهم جدا الاسطح سواء بقى خاصة في البيت لازم تتنظف دايما بمياه مضاف لها كلور بنسب معينة ده مهم جدا فانت وانت قعد في البيت انت يعني انت قاعد واسرتك معاك فانت فيه مأمن كبير جدا بإذن الله من الاصابة خرجت بقى فده طبعا مشكلة حاول تتجنب الاختلاط والزحمة والتكدس بحيث ان انت تبقي مسافة بينك وبين المخلطين ليك حاول بقدر ان كان ان انت تبقى لابس الكمامة والكمامة يعني 3-4 ساعات وبتتقلع مش بتقضي اليوم كله معانا يعني الجلافز برضو يعني من الحاجات برضو اللازم تتغير اول باول وان كنت اصلا بقول ان الجلافز مش بيستخدم في الطبيعي انت اصلا بتستخدمه بس الا يعني في حالات معينة ده بالنسبة للجلافز فاما المسكوات برضو بنستخدمها خاصة ما يكون فيه اختلاط وتكدس يعني اضافة ان النظافة الشخصية وده مهمة جدا ده بالحمد اللي احنا موجودين ده فبيل من عندنا والحاجات دي سواء بقى نظافة البيوت ونظافة الشوارع بحيث ان احنا نقدم لنفسنا قبل غيرنا يعني احنا لازم نحمي واسلامنا بيقول يعني النظافة من الإيمان ده مهم جدا ان احنا النظافة ديت وبصراحة يعني هو الازمة دي خلت الناس يعني تاخد بالها جدا من النظافة وغسيل الماء والصابون ده لان الفيروس ما بيقدرش على الماء والصابون لانه الماء والصابون بيفاتت الجزء الدهني من الفيروس وبيموت بحنا بنقول ان الناس تخلاها في البيت لان اللي جاي اخطر بالزبط احنا على فكرة انا من الناس او من الناس اللي بمين لمدرسة ان انا طمن الناس لكن في المرحلة اللي احنا فيها الازمة اللي احنا فيها لأ احنا دخلين على فترة صعبة جدا فترة لو ما اخدناش بالنا واخدنا احتياطاتنا يعني هنبقى في مشكلة كبيرة جدا وهندخل زي ما سيادة معالي رئيس الوزراء النهاردة قال ممكن ندخل في المرحلة الثالثة ومرحلة الثالثة فيها لا فيها بقى ممكن حظر كل فيها اغلاق لبعض المحافظات فيها يعني حيبة فيها مشاكل وعلى فكرة هتبقى فيها تضرر كبير جدا للناس فاحنا طب ما ندخلش نفسنا فيها ونحافظ على ان احنا الحمد لله احنا ارقمنا حتى الان تحت الالف ما وصلناش لان احنا لو وصلنا الالف هتلاقي دنيا بتتصعب معانا فاحنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على المجتمع اللي احنا عايشين فيه لان احنا يعني لسه عندنا كتير جدا ان احنا يعني اجيالنا واجيال كتير جاية بعدنا فاحنا برضو نحافظ على نفسنا ونحافظ على المجتمع ونحافظ على الوطن وبصراحة يعني انا شايف ان انبارح القرارات اللي بتتأخذت انبارح والقرارات اللي بتتأخذ دايما سواء انبارح عندنا وزيرة الصحة اعتبرت ان فيروس كورونا من الامراض المعدية وبالتالي حفظت حق الفريق الطبي وحفظت حق المواطن المصاب خلت قرار برضو لمستشفيات القطاع الخاص تستقبل حالات كورونا وبتخصص مكان للعزل قرار كان كويس جدا بحيث ان القطاع الخاص ما يقعدش يتفرج علينا الدكتور ربيع يعني انا طبعا اشتاعد لنا انا بس فيه قبل الاخر هي مناجدة حضرتك كنت كلمت عنها في الانترو ان لازم يجال الاعمال اللي استفادوا من خير مصر واللعيبة والاعلميين وكل الناس اللي استفادت من خير مصر فيه وقت الرخاء لازم وقت الشدة الناس دي توقف كلها جنب مصر مش هينفع نسمع ان فيه بعض الرجال الاعمال بتسرح الاعمال اللي عندها عشان الاسبوعين بس اللي احنا عادنا فيهم في البيت لا طبعا يعني برضو انا بشكرك الدكتور ربيع انا اللي بشكرك جدا على الاستضافة الجميلة دي ويراب نكون افدنا الناس ان شاء الله مشاهدين العزاء طبعا صحبه انا معهم كان طبعا نهاردة كان في ديافتنا الدكتور ربيع الدندراوي عضو نقابة الصيادلة وتحدثنا فيه كثيرا من الموضوعات وطبعا دايما قلنا بالضبط ان هناك الجيش الابيض هو الاطباء فايضا الصيادلة الممردين ايضا العمال اللي بينضفوا في المشافي ايضا يعني دوم لهم دور كبير جدا وليهم تحية وتبجيل ايضا شرطتنا لها التحية والتبجيل ايضا جيشنا لها التحية والتبجيل وايضا قيادتنا السياسية بقيادة رئيس عبد الفتاح السيسي له التحية والتبجيل وايضا رئيس وزراءنا مصطفى مدبولي له التحية والتقدير ووزيرة الصحة ايضا لها التحية كل هؤلاء بنقدم لهم التحية والشك ولكن احنا النهاردة ما بنقول الوعي الوعي يا جماعة الوعي ده مهم جدا وعي الناس بالنجوع وعي الناس بالقرى وعي نفيه مش لادم الناس تقعد وتعمل ايه قاعدين في البلكونات وقاعدين كده وبتاع ويسيبين الدنيا وقاعدين في الحواري وينجروا يلعبوا قرى مش لادم لادم كل ام تاعي ان المرحلة القادمة هي مرحلة يعني لو عدينا الاسبوعين الجايين دهم هيبقى شيء تمام جدا هنلدل نصلي في الجامعة هنلدل نقضي رمضان وهنعمل كل ده مش عاوديين ان احنا نوصل لإيه يعني ده ما قال الدكتور ربيع ان احنا نوصل للخطورة يعني زي ما بيقول الدكتور ربيع احنا جايين للتفاعل وندي تفاعل للناس التفاعل خليك في البيت قعب في بيتك لان الحجر المنزلي هو ده المهم الحجر الصحي المنزلي ده هو المهم ده اللي هيقيق ده اللي هيكشف اذا كنت انت تعبان او مش تعبان حتى لو حصل لك اللي انت تعب اتصل بالارقام اللي حطها وزارة الصحة وينزل مش تنزلوا كلكم لا ينزل الانسان المريض مع واحد اخر ايه من عائلته او من اسرته ولبس الكمامة ولبس كل ايه الموضوع كلها عشان كده احنا بنقول يا جماعة الخير ارجوكم ابقوا في البيت ارجوكم 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 مرحلة صعبة جدا لكن هنمر عليها بمرور ايه الكرام تضب السياسان هي ديئة واحدة اقل من ديئة اقل من ديئة زي ما نعرضه شفنا ان قناة الصحة والجمال بتقدم دور توعوي جميل جدا نتمنى ان بقى القنوات تخصص وقت كبير جدا في برامجها لمعركة الوعي الحاليان خاصة العشر تيام اللي جايين انهم اعطاكنهم اخطر عشر تيام موجودين في ازمة فيروس كورونا يا رب يا دكتور محمد الدروي شكرا لكم مشاهدين العزاء طبعا بشكر المخرج محمد عزة و بشكر ايضا لستاد محمد رمضان ونستاد محمد الملكي انهم حية جدا وغفرون كل الامور وجهود جدا طبعا بالتأكيد لستاد محمد رمضان يعني بيحاول بقدر الامكان و بقدر استطاعته ان هو يجيب طباء ومتقصصين و يجعل كل الحلقات في قناة الصحة والجمال ان هي تتحدث عن موضوع الكورونا وتتحدث عن مش بس ان احنا القطورة بل توعية الناس توعية حقيقية النظافة 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 وبقاءك في البيت ده ايهو المهم القاكم في حلقة قادمة في صحبة وانا معهم حتى ذلك الحين لكم مني ارقوا المنهى هو طريق عبدالجبر يقول لكم في امان الله وبعيدا عن الوباء تصبحوا على حب وتصبحوا على خير وتصبحوا على ان مصر ان شاء الله خالية من اي وباء باذن الله الى اللقاء